بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب وطالبات الثانوية العامة بدولة قطر أهلاً ومرحباً بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية عنوان الدرس الصغيران الجزء الثاني الصف الثاني عشر الأهداف يتوقع منك عزيزي الطالب أن تكون في نهاية هذا اللقاء قادراً على أن توضح غرض الكاتب من النص توضيحاً دقيقاً وتحدد المعانية الضمنية في النص تحديداً صحيحاً وتستنتج السمات الأسلوبية والبنائية لنص الصغيران أولاً توضيح غرض الكاتب الرئيس من النص عزيزي الطالب أوقف مقطع الفيديو الآن وقرأ النص محاولاً توضيح غرض الكاتب الرئيس منه ثم عد إلينا لنناقش الأمر معاً والآن ما الغرض الرئيس من النص؟ أشكرك الغرض الرئيس من النص هو وصف موقف إنساني مؤثر لطفليني ضل طريقة بيتهما وتعرض للخوف والفزع والرعب والآن عزيزي الطالب مع المعاني الضمنية المعاني الضمنية هي دلالات الألفاظ وما يفهم من الكلام وقد حوى نص الصغيران الكثير منها هيا بنا لنتعرف على بعضها اقرأ هذه العبارة في تلك الساعة كانت الأرض قد عريت إلا من أواخر الناس وطوارق الليل ما الدلالة الضمنية في هذه العبارة؟ أشكرك نعم هدوء الليل خلو المكان هذا الذي يفهم من الكلام الدلالة الضمنية فبينما أمد عينيا وأديرهما في مفتتح الطريق ومنقطعه؟ نعم أحسنت تأمل الكاتب في تلك الساعة خلو الطريق من الناس صغيران ضل عن أهلهما في هذا الليل يمشيان على حيد الطريق نعم ما الدلالة الضمنية؟ أو ما المعنى الضمني في هذه العبارة؟ أحسنت الخطر الذي قد يتعرض له هذان الصغيران وحالة الضياع التي يعيشها الصغيران في ذلك الوقت رائع نعم ما الدلالة الضمنية لهذه العبارة؟ أحسنت دلالة على رقة شعور الكاتب نحو الأطفال؟ انتفضت انتفاضة الضعر؟ نعم قوة الانفعال والتأثر ينحدران في أمواج الليل التحرك بلا إرادة وكأن الأمواج تدفعهما فينحدران ولد الحبيب وهذه بعض الدلالات الضمنية والمعاني الضمنية اطلع عليها واستفد منها السمات الأسلوبية والبنائية للنص الوصفي من خصائص النص الوصفي النثري أنه يأتي على شكل مقدمة وعرض وخاتمة ومن خصائصه أيضاً توظيف ضمير الغائب توظيف التصوير والمجاز والتشبيه توظيف المؤثرات الصوتية المختلفة كالجناس والسجة توظيف الألفاظ المترادفة والمتقابلة توظيف العبارات الدالة على السخرية أو التأكير أو التقرير توظيف الألفاظ الدالة على الحركة أو اللون أو الصوت ألفاظ الحواس توظيف أدوات التشبيه كأن والكاف توظيف الأساليب الإنشائية كالاستفهام والتعجب ومن سماته أيضاً التفصيل في الإشارة إلى دقائق الأمور من خصائص النص الوصفي النثري أنه يأتي على شكل مقدمة وعرض وخاتمة المقدمة وقد بدأ كاتبنا مقدمته بوصف المكان والزمان الذي سيسرد ويصف فيه الموقف العرض من خلال سرد قصة الطفلين ووصف دقيق للمشاهد المتتالية إلى أن حضرت الأم الخاتمة وقد ختم الكاتب موضوعه بالتقاء الطفلين بأمهما والتحامهما التحام الجزء بالكل من خصائص النص الوصفي النثري توظيف ما يأتي ضمير الغائب وهو كثير جداً في نصنا ومن أنثلته تحبو في الطريق ذاهبة إلى مضاجعها تحبو يوجد هنا ضمير مستطر تقديره هي مضاجعها الهاء صغيران هنا مبتدأ محذوف هما صغيران عن أهلهما الهاء في أهلهما والهاء في عيونهما والهاء في كلمة فيها وأخيها وهي ويده بيديها كأنها كل هذه أمثلة لتوظيف الكاتب في نصه ضمير الغائب كذلك من خصائص النص الوصفي النثري توظيف التصوير والمجاز والتشبيه والنص حافل بهذه السمة حيث وظف الكاتب المجاز ببراعة بالغة وترائق مبتكرة ومن الصور والتشبيهات التي استخدمها الكاتب الاستعارة المكنية في قوله كانت الأرض قد عريت وفي قوله يقذت النهار تحب التشبيه في أمواج الليل المنازل أطفال مضعورة الاستعارة التصريحية في صورة الحب يمشي متساندا إلى صدر الرحمة والكناية في كذات الجناحين كناية عن موصوف وهو الطائر ومن خصائص النص الوصفي النثري أيضا توظيف المؤثرات الصوتية المختلفة ومنها الازدواج والتكرار اللفظي وتكرار الصيغ الصرفية ومن أمثلتها أمد عيني وأديرهما أواخر طوارق مضاجع انتفط انتفاضة الذعري وثبت رجة القلب أواخر الناس طوارق الليل ومن خصائص النص الوصفي النثري أيضا توظيف الألفاظ المترادفة والمتقابلة ومن أمثلتها ذلة وانكسار أواخر الناس طوارق الليل الليل والنهار يمشيان واقفان طفل طفلة ينزل ركبا مثقالين قناطير وكذلك من خصائص النص الوصفي النثري توظيف العبارات الدالة على السخرية أو التأكيد والتقرير قد عريت إلا من أواخر الناس وطوارق الليل سلوب التوكيد عبارة تدل على التوكيد باستخدام قد لا يتحرك في دمها بالغريزة إلا خوف الذئبي أحسن عبارة تدل على التوكيد باستخدام النفي والاستثناء لا وإلا لقد أخرجتهما في هذا الضياع أحسنت التوكيد باستخدام لقد رأيت الطفلة وقد تنبهت فيها لأخيها الصغير أيضا عبارة مؤكدة باستخدام أداة التوكيد قد وهي جمل تدل على التأكيد والتقرير وكذلك من خصائص النص الوصفي النثري توظيف الألفاظ الدال التي على الحركة واللون والصوت ألفاظ الحواس الحركة كلمات تدل على الحركة تنساق ينحدران تتزحزح تطوح ينزل اللون كلمات تدل على اللون الليل المظلمة سواد كلمات تدل على الصوت النداء في ياما لا إله إلا هو تهفو والأجنحة كذلك من خصائص النص الوصفي النثري توظيف أدوات التشبيه مثل كأن والكاف كما تثب اللسعة بملسوعها هنا استخدم الكاتب كما كأداء من أدوات التشبيه ما ينزل مثله بمن تطوح به الأقدار مثله أداء من أدوات التشبيه إذ ارتفع سواد مقبل كأنه كأن من أدوات التشبيه أيضا من خصائص النص الوصفي النثري التفصيل في الإشارة إلى دقائق الأمور تتبين الخوف في عيونهما الصغيرة وتراه يفيض منهما على ما حولهما نعم هنا رصد تفاصيل الخوف ومظاهره على الصغيرين أكبت هي عليهم بجسمها ومدامعها وقبلاتها والتحمى بها التحمى الجزء بكله واشتبكت الأضرع في الأضرع حتى لا تفرق بين ثلاثتهم في معاني الحب إلا بالكبر والصغر هنا أيضا دقة في رصد التفاصيل الدقيقة للقاء الأم بتفليها والآن عزيزي الطالب اختبر فهمك اقرأ الفقرة الآتية ثم أجب أحسنت شكرا لك السؤال الثاني اقرأ ثم أجب أحسنت وفي الحتام أرجو لكم النجاح والتفوق وإلى لقاء قريب بمشيئة الله مع الجزء الثالث من نص الصغيران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر